كما افتتح الرئيس السيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي عبر تقنية الفيديو كونفرنس وقدم مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز أكد خلاله أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية من شركات ومسؤول التحول الرقمي بالدولة كما تم الاستعانته بما يزيد على ثلاثين شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحبية ومراكز البيانات ومن جانبه قدم مدير المركز التبادلي للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز أكد فيه أن مركز البيانات التبادلي يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومة ترجمة نانسي قنقر